شكرا لكم على قناة تجارب دكتور فرياديات هذا الفيديو هو الجزء الرابع من السلسلة التي نديرها نصائح للأساتلة الجذود الأساتلة التي خدموا والأساتلة التي لديهم بعض سنوات من العمل وما زال لديهم مشاكل في التعامل مع تلعمد وإحتمع الإدارة وربما إحتمع الحراسة للمتحانات في هذا الفيديو سنجعله للحديث فقط على كيفية حراسة المتحان بالمناسبة لإقتراب المتحان الوطني نحاول نعرف ما هي المراحل التي يدوز منهم المتحان الوطني وما هي النصائح التي يمكن أن نديرهم بيننا قبل أن نذهب إلى المتحان الوطني لكي يدوز الأمور بخير وليس تحرج مع تلامد لمع إدارة لمع أولياء الأمور قبل أن نبدأ النصائح التي يوجد لكم قبل أن نعطي نصيحة أولية وهي أن نهار المتحان يجب أن تأتي لابسك أحسن من الأيام العادية الأيام العادية التي تخدم في القسم هذا الشيء الذي تلبس تحاول أن تلبسك أحسن منه نهار المتحان لماذا؟ لأن نهار المتحان تدخل عند تلامد لأن تلامد أن تلاحظك لأن تلبسك أحسن من الأشخاص وأن تلبس شيء عادية سوف يحترمك على الشخصية ولكن تلامد الأخرين الذين ستدخل عندهم في المتحان غالباً لا تتعرفك ويجب أن يجب أن تأتي لكم القيمة الأولية من اللباس يعني أول قيمة التي ستعطيها لك هي ستعطيك من اللباس لك في البداية عاد ثم ستعطيك قيمة أكثر أو أقل من طريقة الحديثة لك ومن طريقة حتى التصرفة لك معهم داخل القاعة إذن هذه النصيحة الأولية نبدأ بعض النصائح التي لاحظتهم أنا من خلال تجارب المتواضعة في الحراسة وكتبت أن لاحظ أخطاء أخطاء كنت أخطأهم مع الزميل الذي يكون معايا داخل القاعة إذن أول شيء ستدخل المؤسسة سترى اللائحة الأساتيدة لكي تعرف القاعة وكذا هذا شيء معروف ولكن القاعة ديالك حاول أنك لا تدخل لها بكريباً وما تدخل لها مع الطلب يعني لا تدخل لها بربع ساعة قبل لماذا ستدخل لها بربع ساعة قبل لأنه ستدخل لك ستدخل لك ستدخل لك ستدخل لك ستدخل لك لا تدخل لها بربع سداع لا تدخل لها بربع ساعة قبل يعني بزاف الأمور التي نوفرهم لهم لكي نساعدهم على ذلك ولكن لا تدخل لهم يغلق ستدخل لهم على الغش ثانيا ستدخل لهم أجيال يعني داخل لهم الغش في الأعماق ديالهم يعني في المخدية الغش عندهم ليس حرام ولا عيب لا الغش من حقه في مواقع التواصل الاجتماعي كنلاحظوا أن تشغل تلميذ متين خارج من الباك وكي عير ومعصب لأنه لم يجعلوا شيء نقول يعني كي يعتبر شي حاجة حقه ثانيا ستدخلوا حلقة إذن عند الدخول يعني ما تدخلش كما قلنا نمشيوا بالترسيب الوقت إذن قبل ما تدخل شوف الوقت حاول أنك تدخل بخمسة دقائق قبل خمسة دقائق من الأحسن فش غريد دخول الانفو ستدخل ستدخل المحافظات بخمسة دقائق قبل أمام الصبورة كل واحد يقلس في المكان المخصص ليه يعني ترد البال مع كلهم يقلس في نفس الجهة لأن هذه الأمور هذه هذه اللجنة والمراقبين والشيء سيأتي ويبقى ويبقى ويهدرون ما يلاحظ ستفاد انتهت حاول أنك تدرى النظام الذي سيبقى كل شيء لن تضبط هذه الأمور سوف ترد البال مع الوقت الخطأ الذي يمكن أن تطيح فيه هذه الناصحة الثانية الخطأ الذي يمكن أن تطيح فيه هو أنه لا تفتح الضرف الملف الذي يوجد فيها أوراق المتيحان لا تفتحه قبل الحصاء مثلا الحصاء يوجد حصائية 8 حصائية 8 أو 9 يوجد تفتح الضرف ومتفتح الضرف لا يوجد طريقة مخبية تفتح الضرف على مرأة من الجميع كل شيء يكون يشوف وتديرهم كشهود أنه هذا الدرف را كان مسدود وأنك تحليته في الوقت وأنك هناك وثيقة ستعطيها للتلامد مثلا الذي سيعمرها كأنهم شهود يعني يشوفوا الضرف حتى تحل النصيحة الثالثة هذه الأوراق الواساخ لا تفرقهم قبل أن يوضع المحافظ حتى يوضع المحافظ يتفرق لهم أوراق الواساخ هذه الأولى وفشغة تفرق أوراق الواساخ بالألوان تفرقهم مختلفين يعني كل طاوينة مع الليحدها تفرقهم مختلفين لكي يسهل لكي تدبط الأوراق في حطيتهم هذه الأوراق العب задач في حطيت المحافظين اوراق لتحرير أحسنت انك لا تفرق اوراق تحرير وملولين هناك الكثير من قضية تفرق اوراق تحرير وملولين عند تتأكد انه يحتجين نقوم بحاجة لان بعض المرات سيجابون في اوراق المتيحان يمكنوا فراغ والاوراق المتيحان و هذه الاوراق تحرير لاتفرقون وانا افرق اوراق المتيحان وملولين ثم يجب أن يحتاجون أوراق تحريره للأسئلة أخرى أوراق امتيحان بعض المرات يجب أن يكون بعض الأوراق الفيزيك طوال بزاف الأوراق مثلا الناس الأوراق يجب أن تحرير تلميذ ورقة ناقصة لأنه يمكن أن يتابعك وغدير بك حاول أن ترى الأوراق لهم مثلا عندك عشرات الأوراق وعشرات صفحات سوف تلقى واحدة لعشرات ثلاثة لعشرات يجب أن تأكد أن كل تلميذ لديه أوراق من 1 إلى 10 ويجب أن يردون البال لكي تحمل المسؤولية هذه النصيحة الرابعة نصيحة الخامسة في البداية نحن نصحهم أو خلعهم باللجنة لديهم خلقات تقوية لجنة تكتب جرية لجنة وكي تأكد أن كل تلقية لجنة وقالت له الخامسة وقالت لجنة وقالت لجنة ويستطيع أن يضع لجنة فأنا نظهر نفسه لذلك وكي تقوم ان تلقية لجنة ولقد نظهر وقالت لجنة لا يوجد مفلول لك أن يجبونه عن قصد أو لا يوجد قصد ثم أرد البال في اللحظة التي تكون تفرق الأوراق التحرير أرد البال في هذه اللحظة يسوروا لك الوراق لأن أكثر من هذوك الذين سيفطوا الأوراق من الشيء وحدين يخرجون لهم على برة يسوروا الأوراق في اللحظة للتفرق لذلك تفرق الأوراق تكون لك ساعة باقي لم يرد البال لذلك ساعة يشد تليفون ويسور ويسفط لذلك هذه أرد البال لذلك سوف يبدأ انتحان حاول أنك توفر لهم قليل الهدوء لا تتكلم مع الأستاذ الذي معك بثاف هناك بجميع ذلك أحاول أنك توفر لهم بسيء لذلك يمكن ترك شراء جيدا لأنك كلا أحد هدوء يحرر أن أستاذة أستاذة أصبح أستاذة 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 نحن نحن نفسها لا أحدنا لا تصموم بها المترجم من فتح أنه مجال تتكلم بها ومفهمت كما أنها تتكلم بها وفي الأخير فتح أني نقولها حاول أنك لا تتكلم بمجال لأنها تتكلم بها مجال ويقوم بها تتكلم بها كانت المرحول المرحولة للأساسي من العائلة كان يقرأ المرحولين وقالوا بأن أستاذه تقوم بالفعل وقالوا بأن حدرت أمود التليفون عادي وقالوا بأن أصدرت أساسية ساعية وكانت تقوم بالفعل أحاول أنك تردوا معها للبال لم تهدر الكثير من الأستاذ وحاولت أنك توفر له هذا الهدوء ناصحة أخرى وهذه الخطأ أقلت فيها إذا كنت أستاذ المادة التي تحرص مثلا أنت أستاذ ريادية و أعطوك تحرص ريادية لأنه يجب أن تحمل المسؤولية يعني يقولك أنك أستاذ ريادية لا يوجد حق تحرص ريادية ولكن في نفس الوقت أستاذ ريادية جيسي القاسيم وأنهم يعطينك تحرص ريادية فإن أحد مفارقة لا يوجد حل إذا كنت أستاذ ريادية ، وإن حرص ريادية حاول أنك لا تبين لهم أنك أستاذ ريادية حاول أنك لا تبين لهم أنك أستاذ المادة لأنهم في هذه الساعة ستعرفك أنك أستاذ المادة ستسولك مجرد إنك سفقين ستحسن أنه عادية لن تتعلم أجري فقط فإنك صعبك تشعر أنه سيحصل في نفس الوقت هذه النصيحة أرد معها على البل ثم لا تستعمل الهاتف بثافة الهاتف رأسنا لا تستعملوا داخل القاعة ولا حتى في مركز المتيحان كامل لا تستعمل الهاتف وقانونيا إذا كانت شيء مذكرة منظمة للمتيحان ستجد أنه ممنوع تجيب معك الهاتف لا تستطيع الهاتف لأنه ستزمعك ولكن غير ما تستعملوا داخل القاعة وحاجة أخرى ما الذي تكون تحرص حاول ما تبقى تشوف الوجوه لأنك تبقى تشوف الوجوه لأنه لا تزمع قليل القادية إذا بقيت نحرص ونشوف الوجوه كيف يبدو استعطاف عن طريق الحركة حركة الوجوه كيف يبدو استعطافك حاول أنك لا تستعمل القادية لما تشوف الوجوه حرص عادي وصافية ثم في البداية شوية أخوذ راحتك شوية أخوذ راحتك لأنه باقي لك ساعة باقي ما كنت نقول لك باقي ما كثيرا في الأخير عاد كثب لديك ساعة الخدمة في الأخير هذا الحصاق عاد شوية كي يبقى لديك الهاراج بزاف وذلك ثم لا يمكنك توقف وتبقى الدور بزاف وتتحرك باقي ما كنت نقول لك أما في البداية شوية أخوذ راحتك ثم لديك الملء لديك المطبوع سوف يكون لديك واحد الأوراق سوف تملأهم فيهم عدة معلومات فيهم الغياب 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 بشي حد في ديك القاعة سوف تعمر اسم ديك المراقب كين المعلومات على المتحان توقيت ديالو كيفاش داز بزاف دا المعلومات غريت تتملأهم وتحاول أن تتملأهم في منتصف تقريبا في منتصف الحصا وإلا كان في ذلك المركز المتحان إلا كانوا يركزوا على اسم المراقب يكون في ورقة التحرير حتى بعض مرات يكونوا مركزين إلا بعد مرات لا إلا كانوا يقول لك تكتب الاسم ديالك في ورقة تحرير تلميذ يعني نترك مضطر أنك تكتب الاسم ديالك في جميع الأوراق ديول تلامت إذا لكي لا تتعطل وكي لا تدوز الأمور منظمة فشيكونوا هما دخلوا في المتحان مثلا وبقاتلهم غير واحد تولد ساعة ولا ربع ساعة لك ساعة ممكن تكتب حاول تكتب بالزربة تحايل الدور عليهم وتكتب الاسم ديالك بالزربة لن تجعل حتيات الأوراق كاملين وما ستكتب وتتعطل على الإدارة إذن هذي أرد معها ثم كنا نصيحة أخرى هذه خطيرة جدا في اللحظة اللي يبغي يخرج تلميذ أول حاجرات تلميذ قانونيا ما خصوش يخرج تدوز نصف المدة مثلا المتحان فيه ثلاثة تسوية تدوز ساعة ونصف يخرج المترشيح لن يحط لك الورقة ويخرج ويركز على جوجة الحويش التوقيع يوقع لك في الورقة اللي عندك لأن فيها الأسماء والتوقيعات سيوقع ضروري يوقع لك في الورقة ما يعني التوقيع لك أنه سيضع الورقة يعني أنه جاء ويضع الورقة ثم أرد البال أنه يوقع وما يضع الورقة هذه الأخطر ما يوقع مثلا ينسى التوقيع ويمشي لا يوجد مشكل ممكن أنك توقع أنت في الورقة وليكن أنت متأكد أن الورقة وصفة كينة وكل شيء مزيان وغير هذا يوقع واحد الغلط ولكن أنه يوقع ويدمع الورقة سيقول لك أنه وقعت أنه وضعت لك الورقة وفي نهي الورقة من بعد سيأخذ زير في المادة مثلا سيأتي لك متابعة لك حارس أنه وضع لك الورقة ويقع لا تخيل أنه لا يوقع لا يوقع أو لا دائما ممكن أنه يوقع في كل عام هذا إذن أرد البال يوقع لك ويضع الورقة ورد البال بأنه يضع لك الورقة وليس لا يوقع هذا يجب أنه يوقع ثم الثاني الذي تركز له هي رقم امتيحان يكون في ورقة التحرير وفريق اللحظة يكون يضع الوراق تتافق مع الزميل لك لا تبق لك مقابل غير الأوراق وقع هنا وقع أنا كلا لاحظ أنه أنا مقابل الأوراق وكان قابل الأوراق وقال أوقف محدا لا ممكن هذا يخص هو الذي يرقب الأخرين ثم نصيحة موالية رتب الأوراق للامتيحان سترتب هم حسب رقم الامتيحان أوراق للامتيحان سترتب لك الأوراق للامتيحان رتبهم من أصغر رقم الامتيحان حتى أكبر رقم الامتيحان سترتب للإدارة في سالة سترتب للإدارة سترتب للإدارة وقد استفزني الكثير من المرات وقد أقولها كملاحظة مرات ولكن مرات أخرى صراحة سترتب لا يمكن أن نحق كملاحظة مرات هذا الخطأ سترتب للإدارة في رأسهم لذلك سترتب الملف فيه الأوراق للتحرير يقول لك وقع هنا هم ما زال لا تستطيع الملف لا توقع لا توقع لا يمكن أن توقع لك توقع وكتوقع فوق السكوتش اللي حاطين اللي ديرين باش يعني كتحمي رأسك أنك رأك وقعت لشي حاجة اللي بسدود وانت مثلا وقعت ومشيتي هم أخدو ورقة مثلا حيدوها ولا مثلا زالوا ورقة مكيناش ولا مثلا أخدو ورقة وعمروها تاني زالوا جو على ملف ممسلوش هذه النصيح اللي بريد نعطي وحد الملاحظة هذه ملاحظة كملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة أنه دائما أنت وحدك الزامي اللي معاك الأستاذ اللي بحارس معاك دائما يكون واحد فيكم مزير واخر مرخوف وخمت ما شي أنت متلا تقدر تكون مزير معاهم في الحصة والحصة الأخرى تقدر تكون مرخوف معاهم ولكن دائما تجد معاك الأكس لك خاصة في البداية تحاول أنك مع الأستاذ اللي معاك تحاول أنك تتعفق معاك أنه سنحن لا سننع الغيش لأنه لم يحارب الغيش دائما الغيش لم يحمل دائما نقول حسد تلاع نقول أنه نرى مثلا فروض مثلا نقول إذا نسيت شيء قاعدة أو شيء أريد أن تفكر ها لن تنقل لن تقول أنني نسيت هذه حاجة فكرني فيها ونفكرك فيها ولكن لا تأخذ غراق وتنقل ها أو شيء بالنسبة للأستاذ معاك في اللول تتافق معاك لأنه في البداية يجب ضروري تزيار في البداية ضروري تزيار لأن إلا ما زيارت في اللول جرب هشي مرة وغيرت تندم وحد الندم كبير أنك في اللول تحكم معاهم وتخلي لهم الفرصة تخلي لهم الفرصة لا يريد أن يحط لك الوراقة وشدي لك الوراقة وكي تسنى وشي فرصة وكي تسنى وشي حاجة أنك ستعطيهم يعني بحالة طمعتهم في البداية حاول أنك توصل لهم الفكرة في البداية أن هم صافرة رأي 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 الأذن والهاتف لم يكن لا يكد فقط لك حرصت لك 1 2 0 0 3 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 و ألاحظت أنها ربما دائرة الكيت و المشكلة أن أستعدني معي أستعد مع أستاذة هذا هو المشكلة خاصة أن تكون أستعد مع أستاذة لكي لا تطررين أن نفتش شيء تلميذة أو شيء هل يجب أن الأستاذة هي التي تفتشها ألاحظت كيف أستعد كيف أستعد كيف أستعد قلت ربما دائرة الكيت و إذا كانت دائرة الكيت البلوتوث ربما سيطلع على البلوتوث في التليفون شديد تليفون أكتيفيت البلوتوث و ألقيت فعلان أن ينوحد البلوتوث لديها تليفون مطلوق ثم بحلة تأكد تأكد أنها ربما كانت شيئا مشيت عندها قلت لها أنه يعني مشيت عندك أن نظر معها بحلة متأكد و ألقيت أحبت على مقابلات أنه يجب أن تفضل فعلا فالآخر قلت لها قلت لا أستطيع سأكد أستطيع كيف أدخل المرحل قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها و سأقوم بحلة التي تفضلت سأقوم بحلة و فعلان اعطت سوريا و أعطيت سوريا و أعطيت و أحاول بداية و أحاول للحصة لم أرغبت أن ولكن هذه القضية جربتها وصدقات لاحظت أنه في بعض المرات ممكن أنك غير إشارة وحركة بسيطة من تلميذ كتبين لك أنه ركينا شيء هذا ليس لكي نزيله وتلامد ونخرج عليهم وليس لكي نتجل أن نتجل أنه ليس لكي نخرج عليه لأن هذه الحضرة تسمعها بعض المرات هي سيليمتيحان يقول أنك خرجت عليها لا يخرجت عليها شيء إنسان لا يقرأ العام يحتل المتيحان ويقول أنه يخرجت عليها المراقب لا يدخل في الخدمة لكي نتجل المراقب فقط يمنع أصلا الخدمة لكي يمنعك أنك تنقل وللأسف وللأسف في الوقت الغش كان يطبع معه كان عادي أنك تنجح وعادي أنك ضروري أنك تنجح وللأسف الناس الذين يقرأوا قليلا يريد أن يدخل معه شيئا أنا كلاحظة أنه غير مؤخرا وقعتني واحد القادية في القسم كانوا يضحكوا شيئا وقعتني لهم وقعتني لهم لا يعلم أن تضحكوا أعودوا لي لهم بعد المرس كان أحراجهم بهذه الطريقة وبعد المرس كان لديهم شيئا مهمة كانوا يصدعوني ويصدعوني شيئا جوج أو شيئا ربعا مجموعين يتعاودون وقعتني لهم نعرف ما هو واقع وبدأوا يقول لي هذا ما هو واقع بعد المرس أكثر ولكن ما هو القيس القيس أنه تلميذ يقرم جيدا حتى التفل الفرنسي لأن كان قررنا مات بفرنسية حتى الفرنسية فرنسية مطلقة ومزيان في اللغة وقالوا لي أنه أنه نقل إقرأة إذا عندما يجبها معه ونقلها في الفرنسي وقالت لي أنا إذا إذا قلت كأتب أنا كتبها في الدار ونقلها ونقلها هذا الشيء الذي أريد أن نقول في هذا الفيديو في جزء آخر يمكن أن نتحدث عن شيئا أخرى التي يمكن أن تفيدنا ونقص علينا بعض المشاكل في هذه القطاع لأن القطاع عامر بالمشاكل وعامر بالصداعات ولم تركز في الأخير يمكن أن يأتي مرض وعامر بالصداعات وعامر بالصداعات وعامر بالصداعات ونراكم في فيديو آخر